السلام عليكم متابعي دراما سبورت ألف مبروك لمنتخبنا الفوز على منتخب لبنان قسما بالله لو المباراة ما كانت مع لبنان رح فكر انه المنتخب اشترى المباراة مشترين المباراة بس الحمد لله مع لبنان واللي سجل الهدفين بالمناسبة اسم اللاعب كاوا عيسى كاوا عيسى صار اسم معروف بسوريا سواء على صعيد منتخبات الناشئين والشباب وكان اللاعب بنادي الجهاد وانتقل الى نادي الوحدة لاعب مميز جدا وافتقدنا لخدمات هذا اللاعب تحديدا ببطولة غرب آسيا اللي شارك فيها المنتخب واللي وصل فيها للدور نصف النهائي بوقت افتقدنا لخدمات هذا اللاعب المميز جدا من ناحية التحركات هو هداف بالفطرة لكن انا بيعجبني اكتر كمهاجم تاني اكتر من كونه مهاجم رقم تسعة بالمناسبة اليوم المنتخب لعب بتشكيله هي الافضل طبعا مع انضمام بعض المحترفين او المغتربين الموجودين يعني اللي راح ينضموا لكن التشكيلة المحلية هاي هي التشكيلة الافضل كنت بتمنى شوف اسم اللاعب تم استدعاءه مؤخرا كمان الى منتخب الشباب عمر صالح ما بعرف اذا اخد الفرصة بالشوت الثاني او لا لكن هذا اللاعب كمان كان مميز على ايام مارك فوتا كانت عنده اللمسة عودت حسن محمود الى تشكيلة المنتخب لحتى يلعب تواجد عبدالرحمن العرجة في بعض اللاعبين يعني بصراحة انا بشوف انه خلص لازم يتثبتوا بالتشكيله وتسجيل كاوا عيسى لهالاهداف كمان لازم يتثبت بالتشكيلة الهجومية لان ما بشوف افضل منه بكل صراحة يعني ما شفنا الى الان افضل من هذا اللاعب اللي كل تجمع للمنتخب او كل مباراة للمنتخب على الاقل بيجيب لك اهداف ويصنع لك الفارق من الناحية البدنية جيد من الناحية السرعة جيد من الناحية التوقع والتمركز جيد على كل حال هذا كل شي احابب احكيه ما محابب طول الفيديو لانك انت ما بتشوف المباراة واني ما عندك اي لقطات تحكي فيها عن بعض اللاعبين كنت حابب احكي عن بعض اللاعبين بشكل اكبر بس بالمجمل حبيت نعطي حقه لكاوا عيسى ولحسن محمود وعبد الرحمن العرجة العين على هاللاعبين تحديدا وفيه لاعب اسمه عمر صالح انا بتمنى اخد فرصة مع المنتخب بتمنى اعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة